اشتركوا في القناة للشرق الاوسط وافريقيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية من مراحل التجميع وصولا الى التصنيع المتكامل بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر مع الاخذ في الاعتبار مردودها الايجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا مع ضمان ان تكون اسعار السيارات اقتصادية وعلى ان يتم العمل في هذا الاطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص الى جانبي نشر البنية الاساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على اوسع نطاق على مستوى الجمهورية بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء اشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية واللواء ايمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والمهندس محمد طلعت لاستشاري بمشروع مسجد مصر الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كيلو مترا لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة وذلك في إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى بما فيها من خلال رفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها فضلا عن تطوير منظومة الطرق والمحاور بمنطقة غرب القاهرة الكبرى وذلك تكاملا مع ما تم في منطقة شرق القاهرة بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة كما تم استعراض الموقف الانشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مسجد مصر والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به لسيما قاعد دار القرآن الكريم فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لكل من ساحة الشعب وسار العلم وكذلك القيادة الاستراتيجية كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية لسيما مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكا كما تم استعراض جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري فضلا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ بما فيها رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية بالمنطقة حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان بحيث تتضمن مباني خدمات إدارية شاملة على أعلى مستوى أهلا بحضرتكم عدنا بعد الفاصل وتابعنا نشاط السيد الرئيس النهاردة في الاجتماعات المهمة والمثمرة اللي عقدها مع القيادات والمسؤولين المختلفة من قيادات الدولة والنهاردة كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة مهمة أمام الجلسة الرابعة لمنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا في منظمة العمل العربية مهمة أوي أن أقول لحضر لكم بس الرسالة اللي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أنه يوصلها للعالم من خلال كلمته النهاردة الرسالة الأساسية أو المسج الأساسية هي أنه جائحة كورونا جات بمثابة امتحان للبشرية كلها بغض النظر عن الانتماءات أو الجنسية أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو القوة العسكرية أيا كانت هذه الموازين المختلفة لكن هذا الاختبار اللي تمثل فيه كورونا ومواجهات كورونا كان امتحان لنا كلنا والنجاح في هذا الامتحان يحتاج إلى العمل معا مش ضد بعض اتنين التكاتف ومحاولة رفع الأعباء ووضع حلول استباقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي تخلفت بسبب كورونا أضف إلى ذلك أن الرئيس اتكلم عن التجربة المصرية وقال أنه رغم أن الجائحة أثرت علينا تأثيرا سلبيا زينا زي كل دول العالم إلا أننا الحمد لله نجحنا في أنه العمل لم يتوقف بل وصلنا إلى معدل نمو وإنتاج جيد جدا في ظل هذه الجائحة في ظل دول تانية كبيرة اقتصاديا عجزت عن الوصول إلى هذا المعدل من النمو لكن لإزالة كل أثار الجائحة ولكي يقود العالم طبيعيا بعد الجائحة علينا أن نمد أيدينا إلى بعض ونتعامل بمنطق الإنسانية مش بمنطق المصلحة الشخصية